من جديد برحب طبعا بكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان يمكن معي في هذه اللحظات طبعا أمين صندوق النادي الاهلي الأستاذ خالد ضرندلي ورحب بك طبعا في البداية على شاشة قناة النادي الاهلي وخليني طبعا أبارك لك على حدث النهاردة طبعا الحمد لله يعني بارك لمصر كلها وكل جبهة النادي الاهلي وكل مصر حتى المشألوية لأن ده صرح جديد حيتضاف لصروح كتيرة موجودة بإضافة للدولة مش للنادي الاهلي بس وأمل كل جماهية النادي الاهلي وعضائي النادي الاهلي ومحبيه في كل العالم يمكن يا أستاذ خالد شفنا دعم كبير طبعا من كل المؤسسات في الدولة طبعا تحت رعاية في خامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للنادي الاهلي طبعا في بناء أستاذ النادي الاهلي بصروا يحنا ما كناش نحلم اللي احنا فيه دلوقتي ده يعني ما كنا بنحلم ما نحلمش ان احنا ناخد التسهيلات دي وفي الوقت ده الحقيقة الفترة اللي فاتت مش الستاد بس خلينا اخرج بره حيطة الستاد احنا كان عندنا حلم صغير مش الستاد بقى الجراج اللي هو حيفك عقب كبير جدا في مدينة ناصر كلها احنا بقلنا سنين بنحاول ناخد ترخيص سيادة رايس كان بيمر مرة امر بان يتعامل هنا سأله ده الجراج في سنية كان عندنا الترخيص وبتدينا اصوار النادي اللي بتعمل الصلاة اللي بتعمل هنا في شيخ زايد كل ده الحمد لله بتوجهات السيد الرئيس احنا وصلنا لحاجة اخيرها بقى طبعا اللي هي جابت كل حاجة بقى هو اللي استهد احنا كنا عشان دينا امل خالص في ان احنا نتلعب لا بالارتفاع ده ولا بالمساحة دي ولا انه تعمل في شيخ زايد عمت طبعا دي حاجة على ارضنا واردنا معانا واخدنا الارتفاع اللي احنا عايزينه وبالمساحة اللي احنا عايزينها لان احنا عايزين نعمل حاجة مش مجرد استاد بس عايزين نعمل معاه اوتيل عايزين نعمل معاه مستشفى عايزين نعمل معاه حاجة تجارية واستثمارية مول تجاري بحس تبقى منظومة متكاملة تجيب عائد للنادي الاهلي اللي هو بنخلاله احنا بندعم كل العبنا وبندعم متخباتنا فده هي سلسلة وحلقة متكاملة والحمد لله ان احنا وصلنا لهذا يعني الحلم يمكن ان احنا شايفين الاجواء يعني طبعا ورانا يعني منذ قدوم كل الحضور هنا لطبعا المكان اللي احنا موجودين فيه يمكن ان الكل مبسوط وفرحان يعني اخيرا يعني حلم كل اهلاوي وكل اعضاء النادي الاهلي بتحقق النهاردة هو انشاء استاد النادي الاهلي اذا بقولك انه نتعمل على ارضنا دي بتنمي المنطقة كلها بجانب ان احنا الحمد لله عندنا الضلع اللي هيبق عليه الاستاد على الطريق الصحراوي مش هبقى فيه تكدس مروري في دخول وخروم الجمهوري من المباريات المكان مش بعيد النهاردة فيه بعد الحاجات اللي عاملها الدولة وسائل المواصلات والطرق الجديدة فاصبح المكان قريب جدا في متناول الجامعين وييجي ان شاء الله نأمل بقى ان الجمهور يبتدي يعود الى الملاعب عشان يوم ما الاستاد ده يخلص يكون جاهز لافتتاح واستقبال جمهور النادي الاهلي في كل مكان ان شاء الله ان شاء الله طبعا بشكوة جدا يا استاذ خالد ومليون مبروك مرتين الله يبارك فيه ومبروك لمصر كلها الف شك مستي جدا ده كان لقاءنا طبعا مع الاستاذ خالد رندلي امين صندوق النادي الاهلي والان العودة مرة اخرى للستوديو